حرب المتفجرات تنتقل بين مدن السويدي ومبانيها الإنفاق العسكري يرتفع إلى مستوى قياس جديد حول العالم نشرة جديدة من شبكة الكمبيس معكم ريم لحد أهلا بكم التفجيرات مستمرة في السويد وآخرها اليوم تفجيران استهدفاء مبنيين سكنيين ووقع التفجير الأول بعد الساعة الثانية من فجر اليوم بينما استهدف تفجير مبنى في هيلسنبوري بعد ظهر الاثنين وأدى لإصابة شخصا بجروح أحد السكان المبنى المستهدف في بوروس روى للكمبيس تفاصيل الدقائق الأولى ومشاعر الصدمة والخوف التي أصابت السكان مع دوي الانفجار وتساقط الأغراض وصراخ الجيران وقال إن الشرطة طوقت المبنى ومنعت السكان من الخروج لساعات طويلة حرصا على سلامتهم ويأتي تفجير بوروس الأخير ضمن الزيادة المقلقة للتفجيرات في السويد والتي وصل عددها إلى 174 تفجيرا منذ مطلع العام 2023 و23 منها 120 استهدفت مباني سكانية عالم الجريمة والأستاذ في جامعة لوند أردفان خشنود قال إن العدد الهائل من التفجيرات يشكل ظاهرة استثنائية في السويد مقارنة بأي دولة أخرى في أوروبا أو حتى في الدول الأخرى التي لا تشهد حروبا ولفت إلى أن التفجيرات باتت أداة أخرى تستخدمها العصابات الإجرامية لإظهار قوتها وبص نفوذها بالتوازي مع عمليات إطلاق النار المستمرة وتشير التحقيقات إلى أن معظم التفجيرات يتم تنفيذها باستخدام متفجيرات مدنية غالبا ما تكون مسروقة من مواقع البناء العالم يشهد ارتفاعا هائلا في الإنفاق العسكري وأكشف معهد ستوكولم الدولي لأبحاث السلام سيبري أن الإنفاق الدفاعي العالمي زداد بنسبة 7% العام الماضي لأبلغ 2.4 تريليون دولار وهو رقم قياسي جديد وزادت الولايات المتحدة والصين وروسيا إنفاقها العسكرية بشكل كبير مرة أخرى كما ارتفع الإنفاق الدفاعي في كل من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأقيانيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ولم يستثني الإنفاق العسكري المتنامي الدول الفقيرة حيث سجلت أكبر زيادة مئوية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوسط إفريقيا بالنسبة 105% وارتفع الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط أيضا بالنسبة 9% العام الماضي ليصل إلى 200 مليار دولار كما ازداد الإنفاق العسكري الإسرائيلي وهو ثاني أكبر إنفاق في المنطقة بعد السعودية بنسبة 24% ليصل إلى 27.5 مليار دولار وكشف التقرير عن زيادة كبيرة في التسلح في روسيا وأوروبا بعد الحرب في أوكرانيا وعن سباق تسلح في آسيا يشمل الصين وتايوان والهند واليابان ويستهلك مئات مليارات الدولارات سنويا وفي إطار غير بعيد عن أجواء التسلح نفذت طائرات سويدية مقاتلة من طراز ياس 39 جريبين عملية فوق جزيرة جوتلند يوم أمس الأحد وأسمع سكان الجزيرة دوية جدار الصوت عدة مرات دون إنذار مسبق من قوات الدفاع المسؤولة عن الاتصالات في القوات الجوية السويدية لويز ليفين أكدت أن العملية لم تكن مناورة تدريبية بل كانت جزءا من جهود الاستعداد لحالات الطوارئ والدفاع عن الحدود السويدية ومع ذلك رفضت ليفين الكشف عن تفاصيل حول الدوافع التي دفعت المقاتلات السويدية إلى التدخل وتحتل جزيرة جوتلند السويدية موقع استراتيجي في وسط بحر البلطيق الذي بات أحد أبرز نقاط التوتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بعد انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف وكانت موسكو حذرت السويد قبل أسابيع من إنشاء قاعدة عسكرية لحلف الناتو على أراضي الجزيرة بينما أكدت السويد أنها ستعمل لزيادة القدرات الدفاعية البحرية والجوية في جوتلند أظهر تقرير صحفي أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يثبت الاتهامات التي وجهتها ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التابعة للأمم المتحدة ووفق صحيفة الجارديان البريطانية أكد تحقيق أجرته لجنة مستقلة شكلتها الأمم المتحدة عدم وجود دليل على خراط موظفي الأونروا في أنشطة جماعات مصنفة إرهابية وكانت إسرائيل اتهمت عددا من موظفي الأونروا بالتورط في الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر وشنت حملة دولية ضد الوكالة وأدت الإدعاءات الإسرائيلية إلى تجميد ثمانية عشر دولة بينها السويد مساهمتها المالية في الوكالة قبل أشهر وأعلنت السويد في مارس الماضي استئناف مساعداتها للأونروا بعد تلقيها ضمانات من الوكالة وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وفي سياق متصل قالت وكالة إن طفلا يقتل كل عشر دقائق في قطاع غزة جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر ودعت إلى وقف فوريا لإطلاق النار وكشفت مصادر فلسطينية عن مقتل نحو خمسة عشر ألف طفل في غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية في أكتوبر الماضي أطلق البنك المركزي السويدي تحذيرا من أن النقدة قد يصبح غير قابل لاستخدام في السويد قريبا بسبب الزياد اعتماد الناس على المدفوعة الرقمية ووفقا لتقرير حديثا للبنك من العام الحالي فإن واحدة من كل عشرة أشخاص فقط دفع نقدا مقابل آخر عملية شراء في متجر مقارنة بـ 40% في عام 2010 وقال البنك المركزي إن هذا التوجه يشكل تهديدا خطيرا حيث قد يصبح الأشخاص الذين يعتمدون على النقد مثل كبار السن أو ذوي الدخل المنخفض غير قادرين على شراء السلاع الأساسية ودعت رئيسة وحدة تحليل المدفوعات والابتكار في المركز السويدي إيلان ريتولا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية النقد في البلاد وكانت الحكومة السويدية أطلقت في فبراير الماضي تحقيقا جديدا لتعزيز التعامل بالنقد لشراء السلاع ذات الأهمية الاجتماعية مثل الغذاء والوقود والأدوية وأتى التوجه الحكومي في ظل سعي السويد لتعزيز استعدادها للطوارئ والأزمات والحروب إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة أخبار الكومبس دمتم بخير موسيقى 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 أكشن شاكو ماكو عمبر 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 موسيقى التمييز الساموبلر موسيقى